وضع محافظ محافظة تعز نبيل شمسان حجر الأساس لتنفيذ مشاريع خطوط وشبكات الصرف الصحي في منطقة الدحي والجراجير والكرامة بتكلفة تقدر بمليار وخمسمائة وثمانين مليون ريال بتمويل من السلطة المحلية وأكد المحافظ شمسان أن السلطة المحلية تولي العمل على تحصين خدمات المياه والصرف الصحي للمواطن أولوية وأن الفترة القادمة ستشهد المدينة العديد من المشاريع من مشاريع البنية التحتية والخدمية واستمع المحافظ من مدير عام المياه والصرف الصحي بالمحافظ المهندس سمير عبد الواحد إلى الخطط المعدة وأليات العمل للبدء بتنفيذ الشبكات اللازمة لجميع المناطق التي تفتقد لشبكات الصرف الصحي